الموقف اليوم مخيم جنين قطع نصف طريق غزة بعيدا عن خطابات كذب الاحتلال عن تحقيق إنجاز في جنين وهي خطابات تتكفل بالسخرية منها تعليقات الخبراء في وسائل إعلام الكيان الذين يذكرون جيش الاحتلال أنه لم يستطع التوغل في أكثر من ثلث المخيم الذي لا تزيد مساحته وعن نصف كيلومتر مربع وأنه لم يستطع اعتقال أو قتل أو إصابة أي من الرموز الذين زعم أنه يريد تحييدهم أي قتلهم وإخراجهم من المواجهة فلم يحقق إنجازا إلا في هدم البيوت وتشريد العائلات وقتل المدنيين ومنهم الأطفال بكل دم بارد في المواجهة بين الاحتلال والمقاومة لا مجال للإجتهاد في توصيف الذي جره لأن الفشل الذي أصاب الاحتلال بائن ولا يقبل التأويل وبالمقابل فإن نصر المقاومة بائن ولا يحتاج إلى تحليل بعد شهور من التحضير والتمهيد نفذ الاحتلال ما هدد به ووصفه بعملية نوعية لاستئصال المقاومة من جنين وخرج بعدها والمقاومة تحتفل بنصرها وإن تجرأ مجددا فسوف يلقى ما هو أشد بمعنويات أعلى بينما جنوده يدخلون الحرب اللاحقة بروح مهزومة وتكون النتيجة فضيحة أكبر هزيمة على تخوم المخيم دون القدرة على دخول أطرافه عملياً ودون تحليل سوف يتحول مخيم جنين إلى عرين للمقاومة في كل الضفة الغربية وسوف يتوجه إليه كل المقاومون كل المقاومين الذين يبحثون عن ملاذ آمن وسوف يتحول إلى قلعة وحصن عصي على الابتحام وبدلاً من العشرات الذين تحصنوا فيه وقاموا بكسر جيش الاحتلال سوف يكون هناك مئات وربما آلاف في جنين وما حول جنين ومن جنين سوف تنطلق عمليات ومجموعات مقاتلة وسوف يصبح ليل المستوطنات طويلاً وحالك السواد ومثله طرق تنقل جيش الاحتلال ومدنه ومؤسساته عرضة للكماء والهجمات في موعد غير بعيد أيضاً سوف تصل إلى مخيم جنين القدرات التي تتيح تطوير سلاح الصواريخ وسلاح الطائرات المسيرة وسوف يمتلك جنين قواعد ردعه الخاص بينما بالمقابل سوف تنطلق داخل الكيان دعوات عزل جنين بجدار عازل لضمان أمن المستوطنات وعمق الكيان وجيشه لكن هذا سوف يعني قبول الاحتلال بنشوء غزة جديدة داخل الضفة الغربية سوف تتحول إلى قاعدة تمتلك الصواريخ والطائرات المسيرة وسوف يعني ذلك فتح الطريق لتكرار جنين في نابلس والخليل ورام الله وسواها شكرا